اشتركوا في القناة واليوم في آخر محاضرة نتحدث عن عوائق تخطيط الموارد البشرية وأول هذه العوائق هو صعوبة التنبؤ الدقيق حتى ولو توافرت البيانات والمعلومات الصحيحة من الصعب جدا أن تستطيع إدارة المؤسسة وإدارة الموارد البشرية أن تخطط وتعلم ما هو حوجة المؤسسة في المستقبل البعيد مثلا اثنان عدم الوضوح في أهداف خطة الموارد البشرية لا تكون واضحة بصورة كبيرة أيضا النقص في البيانات والمعلومات والإحصائيات أحيانا تكون ليس هناك معلومات كافية عن سوق العاملين أيضا النقص في الكفاءات البشرية اللازمة لتنفيذ الخطة هذه الخطة تحتاج إلى كادر بشري مؤهل لتنفيذها وأحيانا قد لا نجد هذا الكادر أيضا ضعف المتابعة أحيانا يمثل عدم المتابعة والرقابة على تنفيذ هذه الخطة يمثل عائق كبير جدا لعدم تنفيذ هذه الخطة بالصورة المطلوبة أيضا عدم اقتناع بعض المديرين بتخطيط الموارد البشرية في بعض المؤسسات نجد أن هناك مديرين قير مقتنعين بعمل تخطيط الموارد البشرية أو بفكرة تخطيط الموارد البشرية وهذا يمثل عائق كبير جدا أمام تخطيط الموارد البشرية والآن لدينا أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تخطيط الموارد البشرية أول هذه العوامل هو يجب توافر البيانات والدراسات الإحصائية عن السكان أيضا حصر شامل للقوة العاملة الحالية وكيفية توزيعها كما أن حصر الإمكانيات التعليمية والتدريبية على كافة المستوات هو أيضا من العوامل المهمة حصر نوعي لكافة المهن والتخصصات والمهارات الفنية والمهنية أيضا تقدير الاحتياجات المستقبلية للقوة العاملة كما كما ونوعا لمشروعات التنمية على مستوى المهن والتخصصات المهنية المختلفة كل هذه العوامل الخمس في قايف الأهمية يجب مراجعتها عند تخطيط الموارد البشرية أيضا وضع استراتيجية لتخطيط الموارد البشرية طويلة الأجل وتتخللها خطط قصيرة كما أن اقتناع الإدارة العليا بأهمية تخطيط الموارد البشرية واعتباره جزءا أساسيا من الاستراتيجية العامة أيضا توافر الأساليب والأدوات الإحصائية التي تساهم في التنبؤ بالمطلوب والمعروض من الموارد البشرية لضمان تحقيق التواذن بين العرض والطلب والآن لدينا متطلبات إعداد خطة الموارد البشرية إذا أراد المديرين أن يضعوا خطة خطة للموارد البشرية عليهم أن يلتفتوا لهذه المتطلبات وأولها سوق العمل تواجه المنظمات نقصا كبيرا في الموارد البشرية خصوصا في التخصصات النادرة مما جعلها تتريث في إدخال أساليب العمل المتطورة بسبب عدم تلبية سوق العمل لإحتياجات المنظمة إذن إذا أراد المديرين أن يضعوا خطة للموارد البشرية عليهم أن يدرسوا سوق العمل جيدا الأمر الثاني وهو تكلفة المعيشة لا بد أن يحللوا التكاليف المعيشية للعاملين في الدولة أو في البلد لأن هذا الأمر يتدخل بصورة كاملة في تحديد الأجور والرواتب لأن القوة الشرائية للعامل هي التي تعين في قضاء حاجاته الأساسية وشراء مستلزماته الأساسية والمعيشية لا بد أن تتوائم المقدرة الشرائية مع أسعار هذه المحتياجات وهذه الاحتياجات أيضا قد تزيد وقد تنقص لدينا الآن المسار الوظيفي وهو المسار الذي يوضح مجموعة الوظائف المتتابعة التي يتدرج فيها الفرد أو ينتقل إليها خلال عمره الوظيفي في المؤسسة وذلك إما عموديا وهو الترقي إلى أعلى عبر المستويات التنظيمية من قاعدة الهيكل التنظيمي حتى قيمته وتسمى هذه الحركة بالترقية أو أفقيا فتسمى بالنقل الوظيفي الأفقي فينتقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة لكن أفقيا وليس بنظام الترقي إلى الأعلى أيضا المسار الوظيفي هو مجموعة الخبرات المرتبطة بالعمل والتي تمتد عبر حياة الفرد وتشمل الخبرات الوظيفية كل المراكز الوظيفية وخبرات العمل ونوعية المهامة التي أداها الموظف طوال حياته الوظيفية في المؤسسات والآن لدينا برنامج لتخطيط وتطوير المسارات الوظيفية للموظفين أولا تحقيق أهداف الأفراد والمؤسسة من حيث النمو والرضى الوظيفي وتحقيق الانتاجية ثانيا التقليل من تقادم خبرات ومهارات الموظفين وثالثا تقليل التكاليف على المؤسسة التي تتبع منهج المسار الوظيفي وتحسين صورة المؤسسة في البيئة الداخلية والخارجية من خلال ممارساتها العملية مع موظفيها وكذلك تعريف الموظفين خطط التطوير الوظيفي والمؤسسي وتحديد المسارات المهنية المتاحة للتقدم والترقي في الحاضر والمستقبل كل هذه برامج أو برنامج لتخطيط وتطوير المسارات الوظيفية للموظفين هي خمس ذكرناها تتاليا آخر شيء في هذه المحاضر وهو إحصائيات العمال في المؤسسة لا بد أن يتم تحديد أهداف التنظيم لا بد أن يتم تحديد أهداف التنظيم بصورة واضحة ثانيا دراسة كل من الموقف الحالي للقوى العاملة بالمؤسسة والاحتياجات المستقبلية من القوى البشرية لمقابلة هذه الاحتياجات كذلك تحليل الهيكل التنظيمي ورابعا يجب عمل تقديرات التقيير والتطور المستقبلي في القوى العاملة من خلال الآتي أولا معرفة هيكل العاملين للحاليين الهيكل التنظيمي للعاملين الحاليين الموجودين في المؤسسة أيضا الضياع الطبيعي ويفيد في هذا الشأن عمل إحصائيات بمعدل دوران العمل وكذلك التوسع المقترح لأوجه نشاط المؤسسة مبنيا على نتائج بحاث السوق والتقدم التكنولوجي وتقدم التعليم والتدريب والتقيير في الحجم السكاني ودراسة القوى التنافسية وقيرها من العوامل المتقيرة المحيطة بالمؤسسة كل هذه الأمور لا بد من إحصائها بصورة كبيرة جدا وأن تكون إدارة التخطيط الموارد البشرية إدارة متفهمة لهذه الأمور وتفهمها بصورة جيدة وتحللها بصورة كبيرة حتى لا تقع في أخطاء قد تعقد عملية تخطيط الموارد البشرية بذا نكون وصلنا إلى نهاية المحاضرات إن شاء الله نلتقيكم في قادمة الأيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته